أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وأرمينيا التي تستند إلى دعم شعبي راسخ وخلال استقباله وزير خارجية أرمينيا اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري خاصة في مجال الأدوية كما تم مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر بين البلدين وحول تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية حفاظا أعلى مقدرات الشعوب وحماية للأرواح ومن جانبها أكد وزير خارجية أرمينيا أن بلاده تعتبر مصر بمتابة بيت ثاني للأرمن وأن السلطات الأرمينية بصدد القيام بإجراءات لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم مصر وأكد تطلعه لأن يتم افتتاحه بحدور مصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة